قام معالي الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم الخميس الموافقة الثامن عشر من يناير لعام الفين وثمانية عشر في مكتبه بمقر وزارة الداخلية وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين بتقليد رتبة الفريق لرئيس جهاز أمن الدولة الداخلي الواء عصام سالم النهام وفقا للمرسوم الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وقد هنأ معالي الشيخ خالد الجراح الفريق عصام النهام ونقل إليه تحياته وتهاني القيادة السياسية العليا على ترقيته التي لم تأتي من فراغ ولكن جاءت انطلاقا من الثقة التي أولتها إياها القيادة السياسية العليا وقيادات وزارة الداخلية